موسيقى 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 طيب نتكلم بقى على النوع الكابسولة الجديدة نوع الكابسولة السحرية الجديدة اللي انتم دعمين بيها الكرسولة الكابسولة السحرية دي بتعمل معي خمس حاجات للجسم كويس أول حاجة بتعمل انسداد للشاهية ممكن يكون فيه انسداد للشاهية بس في نفس الوقت أنا جعين هي بتعمل الشعور بالشبع لمدة 12 ساعة غير إن هي بترفع معي معدل حرينيها في مدى حارقة بتحرق الدهوم تمام بتعمل معي بتخليني أكل قدر معي من الأكل هتعود عليه بعد انتهى الكرس بقى الحاجة اسمها تصغير وتحجيم حجم المعدة أثناء الكرس عشان بعد الكرس أن المعدة بتاكل الكيميل اللي كنت باكلها قبل كده تمام في نفس الوقت بتعمل معي بتعمل معي ليونة للمعدة وفي نفس الوقت بتعمل عدم تقلصات للمعدة أثناء الكرس كويس تمام فيه حاجة تاني في الكابسولة دي مهمة جدا هي مناسبة لجميع الأعمار والمناسبة لمرضى السكر ومرضى الضغط مفيش أي مشكلة من ناحيتهم كويس جدا مع الكابسولة الماجيك دي فان طيب الكابسولة السحرية أنا أسف الكابسولة السحرية طيب أعايز أقولك على حاجة بقى دلوقتي في حد بعت لنا أنا هقولك بس كم سؤال دولة عشان نبقى أصدقائنا لو متابعيننا أنا وزني 95 كيلو توني 150 عاوز أخص عشان عندي تعب في رغضروف والدكتور قال لي لو مش نزلت الوزن هتضطر تعمل عملية تمام طيب نعمل إيه بقى تمام إحنا قبل كده ذكرنا إنه قلنا كل كيلو في منطقة البط بيحمل على العمود الفقري الكيلو الواحد بيحمل 10 كيلو الوزن 95 طول قدي 150 150 تمام الحالة الصحية الحمد لله اه اي مش كاد بأي مشاكل غير عندها تعف الغضروف الغضروف تمام هي كرسي السلاسي يبقى مناسب لها جدا السلاسي اه وهينزلنا للوزن المثالي وفي نفس الوقت منطقة البطن هيحصل فيها نحط للبطن وشد التراهولات وهيعمل تفتيت للدهن في منطقة البطن ومش يبقى فيه مشكلة خالص وبإذن الله مش نحتاجعك أي عمليات طيب إن شاء الله طيب فيه بنوطة بقى صغيرة دي عندها 12 سنة دي لسه بقى ايه في سن الايه البلوغ زي ما بيقولوا بس عندها يا حبيبة قلبي شراها في الأكل شراها في الأكل اه نعمل ايه بقى مع البلوغ مش كاد دي سهلة جدا مطداشة اللوغ بطلوا أكل هي الأطفال كلها كده لأ هي بتاخد كابسولة للسن بتاعها مفيدة جدا وبتعمل معي الانسداد الشهية تام بتخليني أفرق يعني هتبقى الطاقة بتاعيتها بتخرج عادي بس في نفس الوقت فيه انسداد للشهية مش هيكل بنفس القدر اللي باكله وفي نفس الوقت طبعا هي أكيب بتاكل حلوات كتير جدا الكابسولة هتعمل على تقليل نسبة السكريات اللي بادخلها للجسم من الخارج هيبقى عاملة انسداد لها انسداد تام وفي نفس الوقت هيكل كمية وليلة والوزن بتاعها يبقى طبيعي بعد كده ميفش أي مشكلة طب هيل جدا طيب بالنسبة بقى لو حد سنه كبير هي طبعا مش محددة لسن للأسف بس سبتة على الوزن سبتة على الوزن بتاعها لا بتزيد ولا بتقل في عشبة في الكابسولة اللي احنا مقدمينها اسمها المانجة الأفريكي المانجة الأفريكي دي بتعمل اهتزاز وتفتيت لسوابة الوزن بتبقى فيه دهون مترقمة عنيدة في أماكن معينة ما بتخلينيش ان انا قدر انزل في الوزن الكابسولة دي بتعمل على تفتيت الدهون في الأماكن دي وتعمل لها اهتزاز عشان تبقى أسرع في التفتيت بعد كده الكابسولة دي المادة دي موجودة جواب الكابسولة بتاعتنا اللي احنا بنقدمها النهاردة وما فيش حاجة اسمها سوابة توزن معها يعني هتبقت بتتفتت بلتتفتت هي بس السن الكبير بما عندهم معدل الحرق أقل فعشان كده احنا بنعلم معهم معدل الحرق من تعانطري النقط مع الكابسولة دي احنا قلنا بس السؤال معلش تاني اذا كانت معدل النقط بيكفي عشرين يوم انتو ما بتحبوش تدو اكتر من كده لبعض الحالات النقط بتكفي تلاتين يوم العشاب هي اللي بتكفي عشرين يوم تلاتين يوم النقط اه اما الاعشاب عشرين تمام وانتو بتبقى قصدين العشرين يوم بل في الديتوكس بتاع الجسم تمام عشان يا فندم ما ينفعش ان الجسم يعمل ديتوكس للجسم تلاتين يوم مع بعض ان انا في الوقت هفكد من المية اللي نفع للجسم تمام بنامي عشرين يوم وبناخد ريست العشرة ايام عشان نبتدي لو هنبتدي كورت ستيني تمام النقط بتكفي تلاتين يوم عادي بتكفي تلاتين يوم عادي الا في الحالات اللي عندهم معدل الحرق ضعيف انتو بتكسفونها وتدوها نقط زيادة صح كده؟ تمام نحن نعود الكلام ده في النقط وفي الكابسولة الكابسولة فيها حاجة اسمها توت البري بتتكون على فيتامين الف وفيتامين بيه وفيتامين جيه تمام وفي الالكورنتين معها فيتامين اي وفيتامين بيه المعادن دي كلها بتفيدني ان انا بعوض اللي انا بفقده اثناء فوجدان الوزن غير ان توت البري بيتكون منه الفوسفور السوديوم البوتاسيوم الماجنزيوم الحديد كل المكونات دي داخل الكابسولة والفيتامين اي وفيتامين بي داخل النقط فانا المعادن اللي انا بفقدها كده كده بعوضها كلها من الكورس هو كورس كامل متكامل اولا هو كورس الفوجدان الوزن وفي نفس الوقت كورس علاجي انها بيعالج خشونة الرجبة اللي عمل غضاريف بشكل عام بيعالج الامساك المزمن في كذا حاجة بيزبط معي نزلة السكر للدم برضي ديه في التوت البري هو كورس في نفس الوقت هنفقد فيه الوزن وهو معالج لحاجات تانية داخل الجسم كويس طيب الناس ممكن تسأل تقول احنا ايه لي بيفرق هيربل بانك عن اي شركة تانية ايه انا عارف ان انتم مدعمين انا يمكن عارفة ويمكن في ناس ملاصقين لي عارفين ويمكن في ناس جربوا ده واحنا هو السؤال ده تسألني على البيجي بس لناس اللي لست متعرفش السؤال ده تسألني على البيجي من يومين اه تمام ويمكنت انا المتواجد على البيجي احنا عندنا تشخيص للحالة بمعنى ايه انا ما ينفعش ان انا هدي كورس لشخص في سن معين وهديه لشخص تاني في نفس السن بس مريض مريض سكة او مريض ضغط او مريض عنده حاجة في المعدة ما ينفعش ان انا لكل شخص عندي لي كورس معين التشخيص بتاع الحالة دي بتوقف على الوزن وطول الحالة الصحية اول شي يسألها للعميل أي صارِ يا الوزن وطول الحالة الصحية من خلال الحالة الصحية انا بشخص الحالة واشوف الكورس المناسب ليه ما ينفع شراحة علي ما ينفعش ان انا لديها معدل حرق عالي لازم لديها حاجة تعمل لينسدد الشهية اقوى لازم لديها معدل الحرق ضعيف لازم لانا لا sympatheticare ان انا لديها شي تسد الشهية فقط لازم عادة للحرق مهاجم و Temini هذا الذي يفرق هيربر بنك عن أي شيء والشيء الذي أشد من ذلك هو المتابعة تحت هيربر بنك المتابعة هيربر بنك لا يجعله أحد يفكر منها الغلاط أنا أعرف أنكم مهتمين جداً موضوع المتابعة هذه هيومة مهتمين المتابعة هي من أسباب نجاح هيربر بنك لأن المتابعة هي التي تتوصلك للوزن الذي تريده في الوقت الذي تريده وفي نقطة أنا قلت عليها قلت أكلم فيها فقداني الوزن في الطبيعي ما ينفعش أن أنا هفقد في الشهر الواحد أزد من 10 كيلو لأن أنا هفقد أكتر من كده أنا في الوقت دهوات أنا بفقد من المياه والعضلات فأنا ممكن أقول لك أنها خليك تفقد 15-20 كيلو في الشهر الواحد بس أنا مش هنزل دهوم بس أنا هنزل مياه والعضلات فأنا كده مش بدي يعني أنا بخليك تفقد وزن وبدر صحتك فأنا بتكلم لأ نحنا عندنا الكورس بيبقى كامل كله وفي نفس الوقت هو كورس صحي للعميل اللي معنا إحنا بنخاف على الصحة مع الخيطان الوزن ما ينفعش أننا ندي حاجة وأضر حاجة تانية خالص صح ده مهم جدا ده اللي بيفرق هيربابانك عن أي شركة تانية أنا عارفة ده والله بجد وبشكركم على المتابعة طبعا وحضراتكم زي ما إحنا اتفقنا معايش إحنا الأرقام موجودة قدام حضراتكم التواصل بالتليفون والتواصل عن طريق خدمة الواتساب وكمان أي أسئلة أنت قلت لي قبل الهوى أن فيه ناس تبقى عندنا نحافة كمان مش بس سمنا صح ولكن بيرجعوا لكم بيسألوكم وانتوا بتتأخروش عنهم لا لما إحنا أي معلومة نقدر نفيد بها أي حد ما نتأخرش عنها إحنا فيه ناس بتتصل مع علينا أو من خلال البيج بيتكلموا أنه هم ناس نحيفة جدا وعايزين حل إحنا ما عندناش كورسات للنحافة بس في نفس الوقت عندنا معلومات إزاي نخليهم يزيدوا في الوزن بشكل صحي فبنرد عليهم بالنسبة لنا المعلومات اللي عندنا هي للناس مش لنا إحنا إحنا بنقدمها لجميع الناس وجميع الطبقات ما دي السبب من أسباب أهم عوامل النجاح على فكرة بفضل الله إن أنت متبقاش بتفكر في نجاحك أنت بس أنت بتفكر في إزاي تخلي كل اللي حواليك مش نقصهم حاجة والحاجة اللي أهم من كده أنا مش بدور على منتج أنا بقدمه أنا بدور على منتج بقدمه فوضان وزن صحة كويسة في نفس الوقت عواملة مرضية يعني أنا بالنسبة لي العميل لما يبقى مرضي عن المنتج اللي أنا بقدمه وخايف على صحيته هو بالنسبة لي مكسب ليا قدام شغلي قدام ربنا عز وجل طبعا أكيد أكيد طيب خلينا برضو إحنا هننزل الصفحة مرة تانية الخاصة بهرب البنكي صفحة واحدة والأرقام التليفونات قدام حضراتكو للتواصل والتواصل ده من خلال الخدمة الوقت ساب طبعا على الصفحة أنت بترده على طول إرادة في خلال دقيقة أو دقيقتين مش هزال كده في نفس متواجد 40 ساعة على الصفحة تمام بالنسبة بقى للكرسات ممكن نقولهم تاني بقى كده بالراحة عشان إيه أصدقاءنا يبقوا معنا الكرس الشهر واحد الفردي قبل المكسب الكرس الشهر واحد الفردي مكونة واحد كابسول واحد نقط واحد عشاب ده بيكفي لمدة 30 يوم تمام الكرس السنائي الفردي بيتكون من 2 كابسول 2 نقط 2 عشاب بيكفي لمدة 60 يوم كرس التلات شهور العادي المتكون من 3 كابسول 3 نقط 3 عشاب بيكفي لمدة 90 يوم بعد كده هنخش على كرسات المكسب كرس المكسب هو المدة شهر واحد بيكفي لمدة 30 يوم 2 كابسول واحد نقط واحد عشاب والمفاجأة بتاعت هيربر بنكي منزلها على الكرس السنائي المكسب هدية 4 كابسول 2 نقط 2 عشاب ومعها هدية واحدة من 3 هدية كريم السوليد بلدة التخصيص حزام البط وبرضو نفس الهدية ديت مع الكرس السلاسي المكسف اللي هو بيتكون من 6 كابسول 3 نقط 3 عشاب ونفس الهدية هي هي طبعا من 50% خاصة على جميع المنتجات والشحن مجانا لحد جميع الحاجة الجمهورية سؤال بقى الكابسولة الزكاية اللي نكلم عنها أو الكابسولة السحرية دي مع كل كرسات المكسفة والفردية ولا على حسب الحالة؟ مع كل كرسات المكسفة ودخلها في الكرسات العادية في السنائي وفي السلاسي لكن الفردي بقى واجهة النظر هنا ايه بقى؟ الفردي ليه فيه عملة معينة ماينفعش الكرس الفردي معايا ادخل الكابسولة السحرية لان هما عندهم فيه عماكن سمنة موضوعية عايزة كوة تفتيت الدهون اقوى فهيبقى الحالة دي محتاجة معايا اننا هديها معدل للحرق اعلى فمعدل الحرق بتاع الكابسولة السحرية مناسب جدا مع الكرس السنائي أو السلاسي أو الكرس المكسف الأول أو التاني أو التالي كمان انما الكرس الفردي هو دلوقتي عندهم شرعها عالية وفي نفس الوقت عايزة نبقى الأول البداية عايزة فتيت الدهون عايزة بتدي اشتغل على تفتيت الدهون علشان نوصل للنتيجة اللي انا عايزها طب هبتدي افتيت الدهون وانحة البط قبل ما الدهون تخرج لا لازم ان انا فتيت الدهون وديها مساحة للاخراج بعد كده ابتدي اعمل من نحة البط وشد التراهولات وحاجات تانية كتير محتاجها بعد كده محتاجها بعدين او في الخطوة اللي بعدها نقصت الخطوة اللي بعدها على طويل اه فاهمتك جدا طيب احنا اتفقنا انه مناسب لمرضى الضغط والسكر الكوليسترول على اساس انه مش ضر ليهم مش ضر فالص مناسب طيب السيدة اللي بعتت مع علش اللي هي وزنها 95 وطولها 150 احنا قلنا هي تاخد الكرس السلاسي صح؟ السلاسي تمام اه السلاسي وده هيبقى فيه لازم حد هيتابع مع حضرتك وطبعا لو فيه اي حاجة تانية ادوية تانية بتاخذية غير رجل لان طبعا الكتابة على الصفحة ما بيبقاش يعني فيه كل التفاصيل لانا اقدر اعرضها لكن زي ما حايت بعدي احنا قلنا والبنوت الصغيرة ل 12 سنة دي احنا قلنا ليها اه ليها كرس اه هي من الزكرة الوزنة مش زكرة اه بس اشارها ليها كرس للاطفال الانسداد الشاهية والاطفال بواجه عام اكتر حاجة بيأكلها الحلويات اول حاجات اللي فيها مواد حفظة الكابسولة اللي المخصوصة ليهم بتعمل لهم انسداد عن نهية الحلويات خالص كويس بتبقى مشغلة ان هو نسبة الحيوات اللي داخل الجسم اولا لا لا مش عادر مش عادر لأكل عندنا لان الاطفال بواجه عام بيأحبوا الكلام ده فالكابسولة هي ليهم لكن كرس خاصة للاطفال طبعا حلوة هيربير بانك بتقدم كرس لكل سن و لكل حالة وجميع الاعمار تمام طيب احنا كده اتكلمنا على الكرسات خلينا نقول تاني اخر حاجة الكرس المكسف السنائي والسلاسي اللي عليهم الهدايا النهار اللي عليه الهدايا دول هدايا قلنا تاني بعد إذنك أستاذ أسامة هي بدلة التخصيص ايوة وحزام البط وكريم السوليد تمام اي واحد من التلاتة دول هيبقى هدايا هيبقى هدايا يختار الهدايا المناسبة لي والاختيار ده على حسب الحالة انتو اللي بتحددوه عشان بس للناس احنا بنحدد الكرس للحالة انما العميل اللي هيحدد الهدايا اللي هو محتاجها الكرس نفسه احنا اللي نقدر نحدده انما هو ممكنكم محتاج حاجة من كلت هدايا دول ليه هو تمام جانا لكل المحافظات انا طبعا يعني مبسوطة جدا بموضوع فكرة ان يبقى فيه الكابسولة ان احنا بنرتقي ان احنا نعرف ايه الجديد برا وان احنا نجيب حاجة تناسبنا وتكون مش ضرة وتناسب كتير من الحالات لان طبعا احنا مصر اكيد كل بلد ليها زيقولوا الفكر العام بتاعها شخصية الشعب اللي بيعيش فيها حاجات كتير اتموسفير اصلا بتاع البلد وجوها لو علاقة بالناس اللي عايشة جوها بالاكل اللي بتزرع فيها بكل حاجة خاصة بيها فطبعا انا مبسوطة ان يبقى فيه حاجة كده مبسوطة ان حضراتكم تتوصي مبسوطة ان بيبقى فيه ناس بتقول حاجات ايجابية جدا لما بتجرب شكرا لحضراتكم جدا بجد ولا بشكر كل الناس اللي بتبعتنا من خلال صفحة البرنامج او خلال صفحة الشخصية شفى عظيمة حمزي بالعربي او حتى بتتواصل من خلال اصدقانا او الناس اللي نزلين معانا في البرنامج بيجو عندنا من خلال صفحاتهم فبشكر حضراتكم طبعا وبشكر استاذ اسامة نبيل شرفني نوالني النهاردة شكرا لك استاذ اسامة واتمنى يا رب ان وصفاتنا عملناها النهاردة اي حاجات بسيطة لكن افكارها حلوة نقدر نعمل جانب ورقة الصدق دي اي حاجة عايزين نرزه عايزين نعيش بقى وطحينه ونديها شوك بتنجن نخلل ماشي عايزين الكيك الحلو ده بتاع البنجر انا شايفة انه نقدر نتحايل على الولاد في الحاجات دي بصوا بقى كده بصوا الجمال الله 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 مش قادر اقوله الريحة حالو اه استاذ اسامة امركز هنحط له حالا عشان يدو واتمنى يا رب الوصفات تكون يعني نالت اعجاب حضراتكم خفيفة على قلوبكم واتمنى من الله اشوف حضراتكم على الف خير وصحة وسلامة تحية لكل شهداءنا والله بجد ربنا يرحمكم فعلا فعلا انتوا فخر لنا والفخر للمصر ومصر تفضل ولادة باولادها وبشعبها وبابنائها واتمنى دايما يا رب تفضل مصر امنة كما زقرت في القرآن الى يوم الدين انساء الله وخير اجناد الارض جنودنا واتمنى من الله اشوف حضراتكم على الف خير وصحة وسلامة وسعادة وسلام عليكم